فبالتالي كتة الفتح والسايرون في الواقع أعطوا الحرية الكاملة لدكتور أو الأستاذ محمد رفيق علاوي في موضوع تشكيل كابينة وزارية مستقلة وهذا إذن كان طلب الأخوان المتظاهرين في شال إراقي واشتغل على هذا الموضوع وجاهد ووصل ربما إلى الخطوات النهائية لكن كان هناك اختار تشكيل كاملة تشكيل كاملة 16 اسم آخر يعني اعتمد الحقيقة موضوع أنه موضوع الاستقلال الاستقلالية ضبابية لحد كبير أنا أعتقد أن كل وزارة حتى إذا كان مستقل بعدما يأتي إلى الكابين وزاري إلى الحكومة السلطة التنفيذية لابد أن ينعم بدعم جانب سياسي معين لأن هذه مشكلة كبيرة جدا يعني أنت بدون وجود دعم سياسي من قبل أي كتلة برلمانية أو حزب سياسي معين يكون قريب من عنده أنا أعتقد أن ربما سوف يفعل حوله أو يستغل